هذا ولطالما كانت العلاقات بين الدوحة وتهران متعاتا لقلق لدول الخليج العربي خصوصا وأن أصابع الاتهام كلها تتجه لعدو المنطقة الأول إيران في زعزعة أمن المنطقة فمشروع إيران التوسعي وجد من الأزمة مع قطر فرصة لفرد هيمنته على قطر بشكل أكبر خصوصا وأن للبلدين تاريخ طويل مع العلاقات المشبوهة والأهداف المتطابقة في دعم الجماعات الإرهابية في المنطقة صراع الوجود الإيراني في المنطقة العربية هو صراع محتدم منذ اندلاع الثورة الإيرانية وظهور نوايا نظام الولي الفقيه في التوسع والسيطرة ولكن الدول العربية وخصوصا المحاذية لإيران تعي جيدا خطر هذا الأخطبوط الذي بات العدو الأول للمنطقة ولطالما سعت طهران لأن يكون لها موطئ قدم في دول الخليج العربية على وجه الخصوص فبحثت عن أكثر الدول لعبا بالنار في المنطقة فلم تجد إلا قطر ومنذ عقود طويلة كانت المصالح المشتركة ولا زالت الرابط الوثيق الذي جمع الدوحة بطهران رغم الخلافات الظاهرة التي تروج في وسائل الإعلام بين الفينة والأخرى إلا أن طموح السيطرة وأوهام التوسع لدى الدوحة كان لابد لها من حليف يوافقها بنفس الوجهة التي لا عودة منها وهذه الأزمة التي تعصف بقطر حاليا وتكشف إرهابها القديم الجديد استغلتها إيران لشق الصف الخليجي فقد أكدت تقارير غربية أن إيران أججت الأزمة الدائرة منذ أسابيع في منطقة الخليج فكلما كبرت الفجوة بين دول مجلس التعاون زادت سيطرة إيران على قطر صحيفة نيويورك تايمز أكدت أن قادة إيران لم يرحب فقط بالأزمة ولكنهم أيضا أسهموا في اشتعالها سواء كان سياسيا بتصريحات مسؤولي إيران وجولاتهم الخارجية لدعم قطر ولهجوم على الدول الداعية لمكافحة الإرهاب أو اقتصاديا من خلال فتح أجوائهم وإرسال منتجاتهم الغذائية وافتتاحها لخط غاز بوشهر لزيادة إنتاج قطر من الغاز أو على المستوى الإعلامي فالإعلام الإيراني لم يتوقف عن الشحن وإشعال الأزمة منذ بدايتها إيرانيون معارضون لنظام الولي الفقيه أكدوا أن طهران تستغل الخلافات القطرية الخليجية لتهدد الأمن القومي العربي والأمن القومي الإسلامي فهي لا تريد الخير لقطر وشعبها وتستخدمها لشق الصف الخليجي ومع الأسف فإن قطر تسير في هذا الاتجاه والملفت للانتباه أيضا أن طهران تعاني من أزمة شح المياه على أراضيها وهنا يبرز دور الحليف الصغير القديم الجديد قطر ليقدم لهم مساعداته في تقديم المياه والمنتجات الغذائية فإيران أصبحت تستخدم الخلافات الخليجية الخليجية لمصلحتها وتريد فرض هيمنتها على قطر والقيادة القطرية اشتركوا في القناة